طيب قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله وجتمعت إيرانته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقاء والعنس بقربه هو المستول عليه وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بل وخطرات قلبه فإن سكت سكت بالله وإن نطق نطق بالله وإن سمع فبه يسمع وإن بصر فبه يبصر فبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث يعني الحياة الطيبة ليست كما ذكر رحمه الله يعني من طيب المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب لا هذه الناس يشتركون فيها الحياة الطيبة نوع آخر نوع آخر ولا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح تكون بالإيمان وبالعمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة أحيانا ترى أن بعض الناس لا يمتلك شيئا وإذا نظر إليه بعض الأثرياء والأغنية تمنى أن يكون مثله هكذا تمنى أن يكون مثله كان الشيخ يذكر رحمه الله يذكر ضريفة من الضرائف أن تاجرا يمتلك مزرعة واسعة وعنده ما عنده فجاء بعامل مع زوجته فكان ينطح يشتغل اللهم بارك يعني يضرب وتأتي له زوجته بالطعام بالخبز وباللبن فمن شدة الرغبة في الأكل يأخذ هذه الخبزة ويأكلها أكلا ويأخذ اللبن ويشربه تاجر تعجب فيه ناس يأكلون هكذا فأصابه بعين وصار هذا العامل مصابا بالعين بسبب عين هذا الرجل الحياة الطيبة إنما تطيبوا بالله أما بغيره فلن تطيب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وفي قول الله إن الأبرار لفي نعيم قرت معنا فائدة لهذا الإيمان إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والقبر وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ والقبر قال الله يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إذن هذا في الدنيا وليس في الآخرة إذا أردت الراحة والانشراح والسلامة من القلق والضجر فعليك بطاعة الله إلزمها سبحان الله يا أخوان أخو ركب مع صاحبي تكس فصار ينصحه نعم حول الصلاة ما الصلاة فقال تحدثني عن الصلاة لولا أني أصلي لربما صرت من المجانين في الشارع وهو صادق وهو صادق أرحنا بها يا بلال النبي كان يقول أرحنا بها وكان إذا صلى يعني قرت عينه وجعلت قرة عيني في الصلاة كان يرتاح لها ويحبها لما يجد من الانشراح والطمانين نعم الصلاة من أسباب الرزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فصلاة شأنها عظيم بالأمس نعم الكلام على أن الذي لا يصلي لا يرى الله هكذا لا يرى الله لهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين للجرير إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ففعلوا نعم هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي هذه ليست في صحيح البخاري ولئن سألني لأعطي ولئن استعاذ ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من هذا الحديث الكلام عليه يطول لكن هناك رسالة في شرح هذا الحديث لمن هي؟ نعم رسالة للإمام الشوكاني رحمه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر